ماذا بالصح؟ الـ HSE هو الذي يقوم بعمل هذا الـ Method Statement لا يوجد أي شيء و لا يوجد أي شيء يريد أن نقوم بعملها خاصة الـ Method Operatoire أنا كـ HSE عندما يأتي لدي شيء و يقول لي أن نقوم بعمل هذا الـ Method Operatoire سنقول لي العكس اليوم سنوضح واحد المغالطة التي ينفليه الكثير وهي الـ Method Operatoire أو الـ Method Statement كم جدا الأحليين اعتباروه الـ Method Statement وهي ما يملكه و أحمد أن يطلبه و تعيش أن يرجع الـ Method Operator ولا تقدم المغالطة أو الـ Method Statement عن هذه الـ Operaciones وماذا بالصح؟ الـ hSE هو التي تريد الـ Method Statement الجواب في الحال هل لا؟ ولا هل أنه الhSE هو والذي مكلف بالـ Method Statement ففي هذا الفيديو سوف نشرح ماذا الـ Method Statement و ماذا يسمع وماذا الأجزاء والمعلومات والمعلومات وماذا يدعوهم يمكن أن يكلف بكل جزء. وماذا نقوم بعمل الاناليس للغيس والريس كاسيسمنس في هذا الموضوع؟ أول شيء يجب أن نعرفها هو أن الموضوع هو واحد الوثيقة التقنية التي فيها ستدوز واحد للعطاش أو واحد للشغل أو نشاط في المشروع وما المراحل التقنية بالترتيب بطريقة تقنية وصحيحة مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة. بما أن هذا وثيقة تقنية فاللي يجب أن يدر هذه الوثيقة فهو الـ أو الـ يعني ما نقول الـ أو المسؤول على البنية في هذا المشروع أو الشاف ديال الـ مثلا الميكانيك أو هو اللي يكون عارف هذي 13 عشانو اللي غادي يدار فيها بالتفصيل. هنا الأشيسور ما يكونش عارف الـ التكنيك ديال هذيك الـ الأمور تقنية ديال هذيك الحاجة اللي كنديرو لها الـ ما يكونش عارفها الأشيسور. الأشيسور هو غير كي يدعم وكي يسند في هذيك الـ الموضو بيغاتواغ. هونك وإلا بغينا نعرف هذ الموضو بيغاتواغ أو الـ أشنو اللي كيكون فيه. فرق نبدأ أول حاجة هو العنوان والتفاصيل ديال هذيك الوثيقة برصة. يعني كيكون فيها اسم الناشاط اسم المشروع التاريخ الإصدار ديال الوثيقة هذي. الرقم ديالها أو الـ وهذه المعلومات هذي كي يديرهم الـ يعني الجهة المسؤولة على الوثائق في المشروع. الحاجة الثانية أو الـ اللي كي تكون فيه هو الهدف من الوثيقة أو الـ دونك هذا تحدد لنا شو بغينا نستعملوا هذي الوثيقة يعني هذي الموضو بيغاتواغ مني كنكتبوه علش كنكتبوه وشن الهدف منه. دونك هذي المعلومات هذي كيكون عارف هذي ديال الـ اللي كنكتبو لهذا الموضو بيغاتوار أو الـ الـ الحاجة الثالثة اللي كتكون هو هو أو نطاق الأشغال يعني شنو والمجال اللي كيغطيه هذ هذ الموضو بيغاتوار أو لهذا الميطود وشنو مالحويج اللي مدخلينش فيه يعني كنحددوه بتفصيل أشنو كيغطي ما كيكونش جنغال يعني ما كيكونش كيغطي قاعد لـ هذي كنحددوه شنو كيكوفري هذي الموضو بيغاتوار وهذي كيمالعادر هي معلومة كيكون عارفها construction manager ولا head of discipline الغيبريك الرابعة هما لغيفيغنس أو للمراجع هذي حددونا شنو هما الوثائق ولا المراجع ولا الستندار ولا شنو مقاع لغيفيغنس اللي رجعنا لهم واللي غادي نخدمو بهم باش نصوبوا هذي دوكيمون دونك هذي لالا بارتي هذي كيديرها الناس دي القاليتي ومالي كيديروها ولا الناس دي الانجينيوري ومالي كيكونوا عارفين لغيفيغنس والستندار اللي غادي نخدمو بهم فهذك فهذك اللي بغينا نديرو له والاختصارات فكي نكونوا كننخدموه 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 تيكونوا فيه مثلا ثلاثة الحروف جد الحروف دونك خاصني فهذا فهذا نحدد كل حاجة وكيننشي مفردات تقنية اللي خاصني نحدد تعريف ديالهم باش أي واحد كيقرأ هذيك الوثيقة كيكون عارف هذي المعنى هذيك الكلمة حتى على حساب السيق ديال هذيك الكلمة كننخدموه كننخدموه يعني كننحدد فيها كل حاجة اشنو كتعني وغالباً اللي كيعمر هذي هو اللي مسؤول على هذيك الديسيبلين وعلى هذيك الاطاش لحيث كيكون عارف المعنى ديال كل حاجة بتفصيل الحاجة الستة هم المعدات والآلات والأدوات اللي غدين نخدم بهم في هذيك الاطاش والأدوات اللي درت لها المثود دونك خاصني نحدد شنو ما النوع شنو ما المعدات وشنو ما نخدم بشي حاجة الكتخيك وشنو ما ميكانيك نوك المطاريال اللي غدين نخدم به خاصني الستة المية ونحدد العدد دياله المعلومة السابعة اللي خاصت تكون هي المان باور أو المان دوفغ يعني اللي هم العمال شنو ما الناس اللي غدين يخدموه شحال غدين يكون من كنقول مثلا غدين نخدم بغيكون انجينيور غيكون شبيرفيزور وغيكون وجوج ديال الحداء ده وغيكون نشجار وغيكون كنحدد شنو ما اليد العامل اللي غدين يتخدم في هذه الأوبراطيون اللي كان ديالها الموضو بغتوار ونها الناس ديال الديسيبلين ولا ديال الكنستريكسيون ومن اللي تكونوا عارفين هذا الديطاء هذا ومن اللي كيحطوه في هذه هذه الموضو بغتوار يعني حتى اللي كما تشوفوا الموضو بغتوار كي تدخل فيها بزاف ديالناس كل واحد كي دياله فهذا ما يقعنيه المعلومة الثامنة هي البروستيور ديال الخدمة يعني مثلا أنا درت واحد الموضو بغتوار ديال 1-12 فحسن ندير البروستيور نقول لها البروستيور هي المسترة يعني الترتيب ديال البروستيور اللي غد يدوز بهم هذا الموضو بغتوار هذا يعني كيف كان في دا كيفش غد يكون السيت شنو كان سباق شنو كي يجي من المورة شنو ترتيب ديال العمليات كيفش غد يكون فهذا الموضو بغتوار ولا فهذا البروستيور اللي أنا كنديل لها الموضو بغتوار من بعد ما كيتحددوا الإجراءات يعني المسترة اللي كيدوز منها وهذا هذا البروستيور كندوز للا بارت ديال الانسبكسيور ولا ديال كنترول كيفش غد ينراقب الجودة ديال هذك شي اللي درت شنو ما الانواع ديال اللي خصومي داروا فذيك العمليات اللي كوفريتها بذذك الموضو بغتوار طوك هناك كتجي للا بارت ديال كاليتي عاد من بعد كتجي للا بارت ديال العاشرة اللي هي ديال ريسك اسيسمنت أو الاناليز دي ريسك يعني الاناليز دي ريسك ولا تحليل المخاطر ما كيددار حتى كيكون المعلومات الكافية فهذاك الموضو بغتوار يعني راكم شتو درنا تزنقاء على ما راح يلحدد الاناليزي كيبمو الماتيريال الناس اللي زيطب ديال الخدمة حتى كيكون عندها هاد المعلومات كاملين عاد من قدر ندير الاناليز دي ريسك وهناي الاناليز دي ريسك الدور ديال الاشيس فيه وأنه كي عاون هادك اللي كيبلي كتدير الموضو بغتوار كي عاونهم متلا كي يشوف معهم ليسك يقدروا يقول لهم ليسك ويقول لهم ماذا ما الإجراءات أو لاشنو كتقول القوانين فشي حويج وهذاك اللي مزور دي ريسك خاص ناس ديال لا ديسيبلين او اللي ديال الكنسطركشون او اللي مكالفين بهذاك الموضو اوبراطوار حتى وما كيكونوا دخلين في المزور حتى ممكنش الاشيس يجي ويحط مثلا دي مزور دي كنترول والناس ديال اللي غادي يخدمو بذوك المزور يا إما ما عدمش لموين يا إما هادوك المزور مكينيش في ذلك البلاصة او لا ممكنش يدارو لك تتفقوا على المزور اللي ممكن يدارو واللي ممكن ينقصونا من من البربابيليتي ومن من البربابيليتي اللي وقعت شي حاجة من من هادوك الريسك اللي الديتكتا دونك بالنسبة الاشيس في هادلوكا هادا كيما لاحظو راك يكون في احد المرحلة ما تكونش في الزيطاب كاملين دونك كل ديسيبلين كتحدد هادوك شي اللي خاصة تدير في الموضو اوبراطوار عاد كي يجي الاشيس و ديك ساعة كي يعاونه ومحتاوه في الريسك ومنطبعة الحال كتكون حتى لبارتي ديال الانفيرونمون في هادوك الريسك اسيسمنت تدخل في الاناليز ديالها على حساب هادك شي اللي كان في الموضو بيغاتوار من بعد كالجيل معلومة رقم 12 اللي هي الخطة الطوارئ او للبلان درجانس نقوله خطة الطوارئ او للبلان درجانس ما كان عنيوش الخطة الطوارئ ديالشانتي مثلا وقعتش فويت وليلة وقعتش حاجة كان عنيو خطة الطوارئ اللي عندها علاقة بهذاك الموضو بيغاتوار هادك الاطاش اللي احنا كنديروها خطة الطوارئ ديالها مثلا كنديرو موضو بيغاتوار ديال الانستالاتيال البرداج هادك الموضو بيغاتوار كيفش غادي تلعو الناس كيفش غادي تلعو الناس فهذهك الوبراتيون خاصني فالبلان درجانس الى مثلا الناس خدمين بيو الناصل ولان ناصل اسكوتات كيفش غادي ندير الهوكواتيون ديال هادوك الناس وأنا نهبطه من واحد البلاصات اللي عالية كم الوسائل اللي خاصني نجدم هاد الوبراتيون ما كانت ادرج حالا البلان درجانس البلان درجانس هاده س пришى الاموباراتيون اللي انا كنت ديال لها المود recuperatoire وخاصة الاكسيون اللي غادي يكونوا في هاد الالبلان درجانس هادهو منو ادرجانس مثلا نديره بطريقة سطحية وليس يعطينيش الديتالي. عندما ندير بلان درجانس في موضة اوبراتور فرحسوا يكون يدير على هذا الشيء الذي يوجد في موضة اوبراتور. يعني على الوبراتيون. نسخة دامين مثلا في الهوتور ما غير يدير لي افاكواتيون بلاسة على تفعيل عافية. ونحن نعمل بلاسة اللي غنخدم فيها ما فيها شقاع الفينتشاع العافية او لا. دونك تيكون سبيسيفيك و تيكون كي تبازي على هذا الشيء اللي درناقبل في الموضة اوبراتور. يعني لها دوكالي طاش اللي زي كيمون اللي خدمين بهم. الماتير اللي كنخدمو بهم. إلا كان دي بخدوي مثلا خدمين بهم. دي بخدوي شيمي كلها. أي حاجة كينا في الموضة اوبراتور خاصة تتخد ان كنسيدراتيون في البلان درجانس. المعلومة رقم 13 اللي خاصة تكون في الموضة اوبراتور. اللي هي لغول إغسبنسابيليتي. دونك في هذا الموضة اوبراتور. كنت قدرت له واحد اللي غسوغ سيما حددتهم. المان باور في اللي هدرنا فيها على الموارد البشرية. خاصني في هذا اللي بغتية 13. نحدد فيها الدور ديال كل واحد. في هذا العمل يلي انا كنت دي له الموضة اوبراتور. يعني كل واحدة شنو كيدير. شنو الدور ديال انجينيور. شنو الدور ديال كونستركشن مناجر. شنو الدور ديال الشاف ديال بغتية. شنو الدور Для الشاف ديال ماkom. شنو الدور ديال ايmern эي struggles. فهذه الوقتير. ماشيد شنو الدور ديال صعụ كنook. فيو غير خدمته. أو ماهو放ه او المشارعة. و لكن في هذا الوقتير. الوقتير اللي انا كنت دي له الموضة اوبراتور. خاصني نحدد كل واحد شنو الدور، و وفين كتسل الخدمة دياله فين كتسل الرسпонصابيليتة ديال كل واحد. لكذا كل واحد يعرف شنو كي يدير, وكل واحد يعرف النطاق دياله. من بعد كنجي الاخر حاجة اللي هما لزانيكس او لزاتاشمو. الملحقات. هنا منك نظروا على الملحقات واي حاجة ولا اي وثيقة اخرى لما دخلها في القلب ديال هذا الموضوع في غطور. واللي نقدر نرجع لها باش نعرف شميع معلومة مثلا زيدة. اللي فيش تكنيك مثلا ديال دي بخدوشي مك اللي غن نخدم بهم. لا فيش ديال الفابريكون او اللي المانويل فابريكون ديال مثلا ايكيب مو غن نخدم بيه سرتيفكات ديال فرمسيون ديالشي واحد اللي خاصوه كاليفكاسيون ودخل في هذاك الموضوع اوبراتوار. اي حاجة اي دوكيمون ملحق كندعم بيه هادك شي اللي كان كتب اللي كان في الموضوع اوبراتوار. إلا لاحظو فهذا الشي قاعد لنا دور ديال اشي سوفين كين. كين في risk assessment. كين في الاناليس دي ريسك. انفوا كي دار الموضوع اوبراتوار يقدر مثلا الاشي سوف desire. بيدخلش كاع بحضو فامور هادك الموضوع احتاك يدار萬وبراطور ويددار هادك الاناليس دي incredible täll y est luiى قدر يكون سحو اوzyka آه اي اكس. يعني يقدر يكون ملحق لهذاكَ ال participσω підواج. ولكن قاعدينه المعلومة الكافية باش الاشي سو هادك الناسيلي دادوا موضوع اوبراتوار. يقدروا يناقشوا المحتوى ديال هادك الموضوع اوبراتوار. ماشي. يديروا واحد مثلا الاناليس دي حيث المشكلة كيف يكون؟ تجد الكثير من الناس وهذا من تجربة أن تقول لي الاناليزة الريسك في الموض اوبراطور يشد الاناليزة الريسك بطريقة عامة يجب عليهم كوبية ويقولوا هذا هو لا أو يحيد مثلا الـ 12 يجب أن نقوم بموض اوبراطور الحفير مثلا يحفروا واحد الإكسكافات في واحد البلاثة لذلك يمشي هذا الـ HSE ويشد الاناليزة الريسك ويجب أن يدمن الريسك أو الـ 12 الذي لا يدخل في الموض اوبراطور ويجب أن يضعه لا يحتاج الاناليزة الريسك ويشد الاناليزة الريسك أو تكيف على حساب هذا الموض اوبراطور يعني بحالة نعود نديرها ويجب أن يستقنس بهذا الاناليزة الريسك الموض اوبراطور وكما قلنا من قبل الموض اوبراطور يجب أن يكون لا يوجد علاقة بالـ HSE كباز ويجب أن يستعملوا لتحصل على الريسك حيث الأغلبية يجب أن يكون حيث يجب أن يكون الاناليزة الريسك لأنه يحصل على الاناليزة الريسك ويعاموا الاناليزة الريسك لأنه يجب أن يطلب الاناليزة الريسك لذا كان يجب أن يكون القائدة على الأمر وانك تقول لكي أعطينا موضة اوبراطوار 11 ينالك ويقول لكي أرى هذا الطريقة ويأتي هذا البراجر في الطريقة يعطيك البراجر والجوج ويبدأ يبدأ لك على المزور السكوريتي سيطرع للناس يبسون علاقة ويبسون الزوبي والباليزاج والسيناليزات ويبدأ بما يبدأ لك في حسو حول هذا الشيء لا يجب أن يكون في الشيء في الخصوص الموضة اوبراطوار الموضة او بصوص الوضع تكنيك يعني واحد الوثيقة التي هي تقنية التي تحتوي على التفاصيل كيف سوف نقوم بها؟ و شيء أخرى، لا يوجد أي طاش و لا يوجد أي شيء نقوم بها خاصة موضو بيغاتوار كانت تحديد الروتين، لا يوجد نقوم بيغاتوار، لا يوجد موضو بيغاتوار الوحد للنطوياج أو الوحد المعروفة أو التعاود ولا يوجد الكثير من الكمبليكسيتي الموضو بيغاتوار يستطيع الوحدة الوحدة 13 أول مرة سوف نقوم بها أو لا فيها الريسك أو لا الهيئة التي سوف يكون تصعب بها هذه الوحدة 13 أو فيها الروتين ليس يعني لا يوجد أو يوجد الكثير أو التكتير التكنيك او سيكونس من ديال الاطاش خاصه كلاريفكاشن يعني كي مزاف ديال ديال الكمبليكسيتي في الطريقة باش غاد يدار هاتيك الخدمة. طوك انا كي يدار الموض اوپيراتوار. مي ديال الروتين ماشي مثلا واحد باغي باغي انستالي مثلا لابوردور ديالتريق وغنقولي ديال الموض اوپيراتوار. باغي ديرني طوياج عطاني الموض اوپيراتوار. باغي ديشارجي مثلا ديه ولا عليك الاغيب اللي نداره باغي باغي Wave Young absorption آپ وغینıtه لديد موض اوپيراتوار. او باغي دلم. أخطي scalingione فاغيو سنادي ذلك. تقديم الموض اوپيراتوار من كلد lem fats e hashtags طلبوا إعداد الموض اوپيراتوار. هاهاتي منا قم 날 نرى الموض اوپيراتوار يقضرون ماتلا جميع عنarea تحقيقية. تطلبون الناس الكاليتي. تطلبوا الناس في الاصاصابي مستبرقة. أمر لكذا اتحدد الوقichtig. المعلومات التي ستحتاج كل شخص فيها. هنا ك HSE عندما يأتي لدي شخص واحد يقول لي اضع لنا المود اوبراتوار في هذه الأوبراتي. سنقول لي العكس. نقول لي حبث هنا. نعطينا المود اوبراتوار ونعاونك في الاناليزة الرسك. يعني على حساب هذا الشخص الذي ستقوم بها في المود اوبراتوار سنرى معك الاناليزة الرسك ونحاول نحاول نحاول معك الاناليزة هذا الشيء الذي لديه علاقة بالسلامة. هذا الشيء الذي ستقوم بها في المود اوبراتوار. وكما العادة ، إذا أعجبكم المحتوى في هذا الفيديو لا تنسوا تفعلوا معه ، تشاهدوا و تابنوا في Construction Safety Pro. وإذا لديكم تساؤل أو إضافة ، اخليوا هل تحت في المنطقة. اشتركوا في القيامة شكرا